بالفعل التحدي الأكبر للجولة الثانية بعد نسبة الأقبال التي يمكن اعتبارها ضعيفة في الدور الأول 11% فقط شاركوا في الدور الأول مرانة الرئيس ممكن على الدور الثاني وحتى الدعوات التحفيزية والتوعوية نبهت عموم التونسيين والتونسيات خاصة أقول جيدا خاصة من يتبنى مصار 25 جوليا من يتبنى مصار الإصلاحات وإعادة بناء المؤسسات بطريقة ممكن تكون صلبة من أجل مردودية أكبر من أجل انعكاس أكبر لتغيير واقع التونسيين والتونسيات هناك مراهنة وتوعية كما قلت حتى تكون النسبة أكبر مقارنة بالدور الأول ممكن يميز الدور الثاني عن الدور الأول أن اليوم الناخب أمام مرشحين اثنين من جاء في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية ولم يتحصل على نسبة 51% من منجموعة التصويت يمر المرشح الأول والثاني إلى دور ثاني ممكن تسهل على الناخب العملية للاختيار كذلك إشعاع المرشحين في دوائرهم على الانتخابية لديه دور مهم حتى المرشحين من أجل تحفيز الناخبين للخروج أكثر نتمنى حقيقة أن تكون نسبة أعلى ولكن أريد أن أنوه أن نسبة المشاركة لا تشكك إطلاقا في مشروعية هذا البرنامج الأصلاحي السياسي في تونس نتمنىها نسبة مرتفعة ممكن المعارضة التونسية تقاطع الانتخابات ولكن الشارع بصفة عامة يجب علي أن يكون لديه إقبال أكثر لبناء مؤسسات يمكن تغيير واقع التونسيين في المستقبل دكتور حسان كما ذكرت هذه الخطوة اليوم الانتخابات التشريعية هي مرحلة مهمة في البرنامج الأصلاحي للرئيس قيس سعيد برأيك في ظل المعطيات الراهنة كيف يمكن أن يكون عليه شكل البرلمان التونسي في المرحلة المقبلة نعم هذا هو بالفعل كيف سوف يكون شكل البرلمان من خلال الأسماء التي نتابعها يعني تعرف المشهد السياسي في تونس الكل تقريبا يعرف الكل حتى ممكن الوافدين الجدد والذين مروا للدورة الثانية هي وجوه معروفة في جهاتها وجوه لديها إشعاع نتمنى أن يكون برلمان بعيد كل البعد عن البرلمان السابق لأن عموم التونسيين والتونسيات وحتى الشرع العربي وحتى الرأي العام الدولي تابع ما كان عليه برلمان راشد الغنوشي الذي كان شبيه بسيرك شبيه بحلبة مصارعة رأينا الدماء سالة داخل البرلمان رأينا مشاهد لا تعكس حقيقة أنه خب السياسية الحقيقية في تونس بضر ارتهان المشهد السياسي للأحزاب التي جاءت من بعد 14 جنوبي نتمنى أن يكون برلمان جامع لكل الطبقات السياسية لكل الشرائح المجتمعية كذلك لأنه مهم اليوم أن يكون برلمان ليس برلمان نخب فقط برلمان يعكس جميع الطبقات المجتمعية في تونس يلم بهموم ومشاكل التونسيين والتونسيات يعمل من أجل وضع تشريعات من شأنها أن تساعد في تغيير لأن الوقت ننتهى هناك مبادرات ورحة على الرئيس قيسة سعيد للخروج من هذه المرحلة هل سيكون لديها الصدى برأيك نعم هناك مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والعديد من المنظمات النقطة المهمة في مبادرة الاتحاد حقيقة والتي ممكن كانت محل بعض الشكوك ولكن الاتحاد حسم فيها قال لا عودة لما قبل 24 جوليا ولا عودة للأحزاب السياسية التي كانت ما قبل 24 جوليا من هنا يمكن الاتفاق أن ما بعد 25 جوليا يجب البناء عليه يجب أن تكون هناك تشاركية في وضع ممكن برنامج إصلاح وخروج خارطة طريق للخروج بين المعزق ولكن النقطة المهمة أن هناك نقطة التقاء بين الرئيس وبين هذه المبادرة أنه لا مكان للفاسدين لا مكان للإرهابيين لا مكان لما قبل 25 جوليا ما بعد 25 جوليا نتمنى أن تكون هناك التفاف للجميع لوضع خارطة طريق جماعية يتفق عليها الجميع لأن تونس اليوم في وضع صعب وصعب جدا ليس على المستوى السياسي فقط بل حتى على المستوى الاقتصادي